أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لأتيتك بقرابها أي بما يقارب ملأها بما يقارب ملأها لأتيتك بقرابها مغفرة هذا طرف يسير إخواني و أخواتي من مغفرة الله العامة الشاملة لمستحقيها يوم القيامة يوم القيامة إخواني و أخواتي نستكمل إن شاء الله أيضا على جهة العجل بعض مظاهر أو بعض ما تبقى من مظاهر رحمة الله وهي كثير جدا في الحقيقة منها إخواني و أخواتي وهو مظهر حبيب طبعا و أثير حبيب لكل مؤمن و مؤمنة مغفرة الله للذنوب عفوه و صفحه و تسامحه و كرمه هذا كله من مظاهر رحمته و من هنا الإقتران المتوارد المتكرر في كتاب الله بين المغفرة و الرحمة الله غفور رحيم غفور رحيم و كما قلنا في حلقات متقدمة في أول هذا البرنامج هو يغفر لأنه رحيم هو يغفر لأنه رحيم لا إله 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 إليه و هو يعفو لأنه رحيم يعني المغفرة كأنها من لوازم الرحمة العفو من لوازم المغفرة لكن قد يسأل أحدكم أو إحداكم ما الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة باختصار الرحمة تعم المعنيين ويلزمان عنها الرحمة تعم العفو إذا رحمك عفى عنك إذا رحمك غفر لك إذن الرحمة تعم المعنيين لكن ما الفرق بين العفو والمغفرة بين العفو وأيهما أبلغ أيهما أبلغ يعني لو خيرك الله أن يعفو عنك أو يغفر لك ماذا تختار؟ عليك أن تختار طبعا أن يغفر لك لماذا؟ العفو هو رفع العقوبة ألا يعاقبك هذا هو العفو كالعفو حتى في الدنيا عفو القاضي عن المتهم مثلا أو عن الجاني لظروف مخففة فعفى عنه ولك أخذ عفو أسقط عنه العقوبة العفو إسقاط العقوبة إخواني وأخواتي لكن المغفر شيء أبلغ من هذا ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس يسمه المغفر الخوذة يعني الخوذة الهلمة التي توضع على الرأس تسمى المغفر لأنها تستره لأنها تستره الغفر هو الستر الغفر هو الستر فالله تبارك وتعالى حين يغفر يستر الذنب كأنه لم يكن لا إله إلا الله جبرا أيضا أيه لقلب وخاطر عبدي حتى لا يحشه وحتى لا يفضحه يبلغ من رحمة الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي بمغفرته أنه يمحو الذنب من كتب صاحب الشمال أو من كتاب صاحب الشمال صاحب الشمال كتب هذا الذنب الله يأمر إيه بمحوي يمحي كانه غير موجود لا يراه الملك ولا تراه أنت كمان لا ترى محي وينسي الملك هذا الذنب الملك ينسى أيضا أنك فعلته وإلا الملك لا ينسى يعرف أنك فعلت هذا الذنب وينسي الأرض التي احتقبت عليها هذا الذنب هذا الذنب وهكذا كل الشهود إذا هذا الذنب الذي فعلته عليه شهود الله ينسيهم وينحوهم الكتاب لا إله إلا الله رحمة بك فنسأل الله أن يغفر لنا وهو خير الغافرين أن يعفو عنا ويسامحنا ويرحمنا وأن يغفر لنا هذه رحمة رحمة كبيرة جدا لا إله إلا الله فهذا المغفرة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ما قال إيش يعفو قال يغفر أي المغفرة إن الله يغفر الذنوب جميع وقد يسأل سائل حتى الشرك طبعا حتى الشرك يعني وإلا كل من كان مشركا وتاب وأراد أن يسلم ألا تقبل توبته تقبل أحسن توبة هذه أترك الشرك أترك الكفر والإلحاد الله يقبل هذا طيب وحد يقول لا الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما الفرق الله لا يغفر أن يشرك به لمن لمن مات على الشرك انتبهوا لم يتب من الشرك في الدنيا من تاب عن شركه في الدنيا الله يقبل توبة ويغفر له خلاص كأنه لم يفعل شيئا من مات وقد تاب من شركه من الحادي من كفري تقبل توبته إن شاء الله لكن من مات ملحدا مشركا كافرا كما نقول بالعامية راحت عليه انتهى هلك كذا هلك الله لن يغفر له تعرفوا لماذا لأنه أصلا لم يؤمن بالله أصلا هو لكي يغفر له ويقول أنا لا أؤمن بك لا خلاص الله موجود وسوف ترى ولن تنالك رحمته لأنك لم تؤمن به ولا بها ولذلك إن الله لا يغفره وما يجيش واحد يتنطى عادي تفلسف بعض الناس حمقى لمؤاخذ يعني عندهم حمق طب وير رحمة الله إذن إيش هالرب الرحيم إذا لا يغفر لمن كفر به يا ما شاء الله شي عجيب يعني بعض الناس عندهم طريقة في التفكير عجيبة غريبة أقواني وأخواتي لو كان الله يغفر كل شيء على الإطلاق أنا أقول لكم لم أغفر شيئا بالمنطقة كيف إذا كان يغفر كل شيء حتى إيش الشرك به لا معنى لمغفرته لا معنى لمغفرته أصلا تتساوى الأعمال وتتساوى الذنوب ويتساوى المسلم مع الكافر والصالح مع الطالح والمحصم مع المجرم ما ليس كذلك هذا إفساد للحياة إفساد للضمائر والناس بعد ذلك يسيرون لا يلون على شيء يفعلون كل كبيرة لا يتورعون من جريمة ويقول لك ما هو بغفر بغفر كل شيء ويكفرونه العياذ بالله واحد يقول لي لا طب ممكن ما يكفرش ويفعل كل شيء أنا أقول لكم لا يا أخواني مستحيل مستحيل أن المرء يؤمن وينطوي قلبه على إيمان ومحبة لله ويفعل الجرائم لا يستطيع ما هذه هذه عناصر الإيمان وهذه ثمارات الإيمان إذا وجدتم مؤمنا أو مؤمنة يدعي أنه مؤمن و24 ساعي لا يرعوي والعياذ بالله ولا ينزع من فعل كبائر يفعل هذا وهذا وهذا أنا أقول لكم هذا هناك شك كبير جدا جدا في إيمانه وما أدران أنه مؤمن أصلا قد يكون مجرد إيمان على اللسان والقلب كافر والعياذ بالله والقلب كافر لا يؤمن بالله ما لكم لا ترجون لله وقارا لا يوقر الله لا يخشى الله لا يجله ويعلم أن الله يغضب حين يراه وهو مقيم على هذا الذنب الفاحش الفضيع ما فيه أما المؤمن الذي في قلبه إيمان يكون عنده توكل حياء خشة وخوف ومحبة وتوقير لله لا إله إلا هو المؤمن يا إخواني والمؤمنة نسأل الله يحققنا بحقائق الإيمان والله يخجر من الله وهو في خلوته أن يفعل أي شيء أي شيء وهو يعلم أن الله مطلع عليه في حديث معاوية بن حيدة رحمة الله تعالى عليهما سأل رسول الله يا رسول الله عوراتنا ما نبقي منها وما نذر يعني كيف كيف الإلسان يتصرف مع عورته قال له أستر عورتك عن كل أحد إلا عن زوجك أو أمتك هذا حلالك يعني قال يا رسول الله أحدنا يكون خاليا طيب وحدي أنا وحدي مش مع زوجتي وحدي قال فالله أحق وإيستحيا منه الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الإسلام ما أجمل الإسلام حياء وأدب حين تكون وحدك تعلم أنه مطلع عليك لا تأتي أي شيء يستحيا منه تعرفون إخواني وإخواتي أجمل شيء أن يربي المؤمن والمؤمنة نفسه أو نفسها بطريقة بحيث لو أن الله فضح مساتيره ما كان عنده شيء يفضح به سبحان الله أجمل شيء هذا هذا هو الصحيح كما قلت لكم دينيا ونفسيا وعقليا قال تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور